بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم أشخباركم أحوالكم طيبة أتمنىكم يا ربي تكونوا كاملين بصحة وسلامة يا رب وعاش لكم بروكات تدخل عليكم إن شاء الله بصحة وسلامة وبكل ما تمنوا اللي في نفسه شيء أم يلا يحققها لا يربي اليوم إن شاء الله يعني مع قرب العيد كان ضروري كان يحتاجوا هكا حلوة العيد وإن شاء الله الحجاج يعني اللي بغي يوجدها هكا الحباب اللي يرجعوا من الحج فقاس هماوي كيجي رائع جدا بشكلات واللوس فقاس كيجي غزال يعني هذا نوع أيضا من الفقاس اللي تحضروه لمناسباتكم العائلية بتحمر تلوجه سهل في التحضير ديالو يعني مع جميع النصائح باش نجع معهاكم وباش يجيكم غزال كيجي مقرمش وشيش ومذاق مميز ديال الفقاس بشكل أيضا مميز وجديد ومقاديرو كيف قلت بساط وغير مكلفين لهذا الفقاس غادي نحتاج لي عندي واحد لكس ديال الزيت تقريبا مية وخمسين ميلي لتخ ديال الزيت كاس ديال السكر واللي كيبغي الحلوة بزايدة ديال حت الكاسونس هي راح الحلوة عادية ولكن كيلي كيبغي الحلوة بزايدة ديال كاسونس ديال السكر معلقة كبيرة ديال زبدة ديال علب ثلاثة الحبات ديال البيض وحد ربع كاس ديال الحليب هنا عندي ساشي ديال نكهة الزهر ومعلقة صغيرة ديال نكهة الفانيلا كيبغي تنسان باش يجي سوين جوز ساشية دي البودرة الكاكاو خميرة دي الحلوة وتقريبا 1-600 جرام ديال الدقيق 6 كؤوس ديال الدقيق في القصعة وضعت فيها داك البيض قبيصة ديال الملح ديك ساشية ديال نوكهة الزهر مع علقة صغيرة ديال نوكهة الفانيلا تعودوها بجوز ساشية تلت لسة ديال نوكهة الفانيلا يعني باش يجي من السم ويجي زوين اولا جوز ساشية ديال نوكهة الزهر اللي كي بغيها بزيد اولا كيف درت انا وحدا هكا وحدا هكا ونخدم هاد المكونات جيدا هكا حتى كيدو بدك ساندة ودك البيض يعني كينساجموا بزيان نضفت ليهم دك الكاس ديال السيت وغدا نضيف معلقة ديال الزبدة بغيتو هاد الزبدة الدعكوهية اللي هو مع البيض وساندة ممكن يعني وتخليو الزيت هو التالي يعني لكم الاختيار وربع كأس ديال الحليب اولا غادي نقولوس قريبا 1-4 معلقة كبار ديال الحليب وكيف قلت معلقة كبيرة ديال الزبدة انا هنا استعملت الزبدة ديال العلبة تكون بحرارة المطبخ باش ضغيا كتندمج مع العناصر الاخرى كنخدم هاد المكونات جيدا حتى كينساجمو لنا وغدا نضيف لبودرة الكاكاو والدقيق يعني مكونات بساط كيف شفتو المكون اللي شي شوية كي هو الكونكاسي ديال لوس يعني كي هز الكونكاسي ديال لوس تقريبا نراه كي هزار 460 جرام ديال الكونكاسي ديال لوس حتى ال500 جرام يعني تي هز الكونكاسي ديال لوس هنا جوج صاشية ديال بودرة الكاكاو تكون نوعية جيدة إلا غادي تستعملوا الكاكاو بودغ يعني وعندكم تكون المدق دياله يكون زوين مع الساشية ديال الخامير الحلويات قيمت 7 أو 8 جرام ونبدأ نضيف تقيق ديالي شوية بشوية حتى كتلم العجين مثل فقص عادي عجينة ملمومة وطرية يعني ما نقص حوش ما نخليوش عود مرخوف وما نقص حوش دائما يدي الخراكة تكون ناشفة وبها كنقص بها العجين وانا كنضيف تقيق كنقص بها يعني وش مازال خاص ولا هذا فقط كنحصل على العجينة ملمومة وصفي كنحبس انا اخذت لي 600 جرام ديال الدقيق عبار وكل دقيق عاود على حسب الحجم ديال البيض وعلى حسب نوعية ديال الدقيق من بعد مشكلة العجين مباشرة ما نخليوه لا يرتاح لتاجي حاجة قسمتوا على جوش كورات وهنا عندي الكونكاسي ديال لوز هنا حطت كمية وضفت لي دا قلت لكم رهكات هز وهنا عندي بياض بيضة ونسمتوا بشوية ديال نوكهات الفانيلا ومطبع الحال كان نهرسوا داك البياض ديال البيض باش ما يبقاش فيه الخيوط ونوكهات الفانيلا فقط باش تنسموه خديت الكورة الاولى ممكن نديروا بلاسيك يعني تخدمها ببينجوش بلاسيكات او لبهات طريقة نيت خديت ورقتها وابسط فوق منها كورة من العجين ما غنرققها وما غنخليها شغليظة يعني السمك ديال الصابلي ماشي الصابلي الرقيق يعني كنظن النورة واضح في الصورة وكنحاول نقاد بيدي باش يجيكون السطح متساوي وغادي ندهن الوجه ديال العجين ببيض البيض ونرشوه مزيان بدك الكونكاسي ديال اللوس اللي بغادي القرقاع ممكن كيف قلت يعني هاد الاضافات هما اللي كيزينوا لنا الصابلي هما ايضا اللي كيعطيه القيمة وكيعطيه الجمالية نعمر مزيان العجين هكذا بهاد الكونكاسي ديال اللوز ما محمر متاشي حاجة ممكن دلو كوكاولة ديال فول سوداني ممكن سافوكا نمدلف بهاد طريقة حتى كنشكل فقاس ديالي يعني نساعد نبدك البابية ولا دلتو البلاستيك يعني نساعد نبدك البلاستيك وهي را يعني سهل كيفاش كيتلف ماشي شي حاجة كنحاول نقادو ونعاود ندهلي الوجه دياله باياد البيض ونرش مزيان عاود الوجه باش نعطيه شكل حتى من الفوق بدك لكونكاسي ديال اللوز تقريبا تقريبا انا كانت عندي شي 500 جرام هي اللي كفاتني في هاد الكمية ديال الفقاس وهاد الكمية كتعطي ديال تبصيل ديال 37 يعني ماشي مقابب عامر ولكن ماشي ديك مقابب قسمته هكا باش يسهل عليها تشكيل دياله واخديت البودان ديالي شوية حربلته بها الطريقة وغادين وضعوه في اللاطة اللي كانكونو مفرش لها ورقة طهي يعني كان حاول نتبت عليه ذا كلكمكاسي ديال اللوز وكيف قلت حربلته واحد شوية وضعتوه في اللاطة هكا شي شوية يكونو متباعدين بنفس الطريقان كرة تانية غادين بسطها ايضا بنفس الطريقة ذا كان حصل على مستطيل يعني بسطحها كم تساوي مرقيقش ومغليدش بساف وهذا غضي نعتمد ليه في الوسط اللوز ايفيلي مع ان الكونكاسي كيجي احسن والقرقاع كيجي احسن يعني هدو جوج يعني كيجي حسن من اللوز من هاد اللوز ايفيلي انا فقط لان عرفت الكمية ما غاد كفانيش وقلت لي ما لنجربه يعني كيفاش غديبان فيه في الوسط بنفس الطريقة كان حاول نعمر ونلف البودان ديالي بهذا الشكل وكان حاول نعود نبسطه وندهليه الوجه دياله ببيض البيض ورشيته من الفوق بالكونكاسي دياللوز نحاول نتبتو عليها كا يعني من الفوق مزيان كان قدوه يعني كان حرب لوحد شوية كان قدوه ونوضعه في اللاطة غادي ندخلو الفرن بارد واللاطة غادي نوضعها الفوق في الفران والنار غير من الاسفل باش مايتشققش لنا الفقاس باش مايتفرقعش لنا من الفوق قبل ما ندخلوه كان تقبوه بشي براها كا تكون معقمة نحاول نتقبوه مزيان من جميع الجهات كيف قلتو الفران بارد واللاطة راني ديالها الفوق والنار شعلها غير من التحت فقط على مية وخمسين درجة مية وخمسين درجة وكيف كتعرفو هاد الحلويات ديال الشوكولات اللي كتكون فيها البودغ كاكا وهذا رضغية كالطيب يعني ديك ثلاثين خمسة وثلاثين دقيقات تكون وقفين حدى الفران مباشرة بعد ما خرجتو لفيت عليه فوطة وخليتو حتى يعني حتى برد يعني دفاو هذا وعاد خديت كل قطعة كلفها في الفيلم أليمونتر ونخليها جانبا يعني ماشي شرط انها تبات او لهذا ممكن تقطعوه في نفس النهار يعني توجدوه في الصباح تقطعوه في العشية او لغير ساعتين تعطيوه ساعتين ديالو حتى يبرد مزيان ثلاثة تسوع حسافي وتقطعوه هنا مبعد ما برد لنا الفقاس كنقطعو بهذا الفيلم أليمونتر باش يجينا ساهل في التقطع يعني بالفيلم أليمونتر كنحاول ناخد القياس وكننزل بالسكين كل ما كان سكين حاد او لهذا باش تقطعوه يعني ناخد القياس وننزل بالسكين السفو داك الفيلم أنا متغياد لي راه كيتحيد هدا اللي وضعين فيه الكونكاسي ديالوز إيفيلي في الوسط هو هدا الشكل ديالو يعني الطريقة راه سهلة يعني ما تخلعكم مش سهلة شي شوية شوية ديالكوسور كيخلي واحد شوية ديالكوسور كيخليه قليل ماشي بالساف إذا ما تطيبتوش بزاف الفران واعتمتو هديك الطريقة راه غادي نجح معاكم أكيد وكيجيك في قلت مقرر مش وهشيش هنبعد ما ستفتو في اللاطة غادي ندخلو الفرن ساخن على درجة حرارة مياه وخمسين درجة مياه وستين درجة ونخلي حتى كيتحمر من الجهتين بجوش جعل عليه النار ملفقه ملتحت وتراقبه الطهي فقط كيكتسب هدلويا هدا سافي خرجته يعني راه كيبان لكم بأن اللوز وهدا يعني رابي الفرق ما بين كيفاش دخلناه وكيفاش هدا هدا هو اللون دياله سافي ونخرجه هدا هو الشكل كيف قلت اللي قلت لكم وضعين فيه اللوز إيفيلي أنا بالنسبة لي لآخر ديال كونكاسي هو اللي عجبني كتر واللي كيددار فيه القرقع أيضا راه كيجي غزان وهدا هو الشكل النهائي ديال الفقص ديالنا كيجي غزان مقرمش وهشيش ومداق مغاير على الأنواع ديال الفقص اللي احنا كان وجده وهد الفقص راه كيتباع بأتمين غالية في الأسواق يعني تحضروه تحت المنزلي كيش تتطرق دياله سهلة غير مكلفة غير مكلفة فقط إلى تبعته هد النصائح اللي اعطتكم أكيد غضي ينجح معكم وبهكل ده حلقتنا دياليوم غادي تكون سلاة شكرا للمتابعة وانتظرنا في الحلقات المقبلة بإذن الله